موسيقى دايماً في شيء اسمه أول مرة أنا عملت أول فيلم لبناني للأطفال اسمه أبو كيس وهذا الفيلم أول فيلم عربي كمان للأطفال وأول فيلم بيقدروا يحضروا المكفوفين فدايماً فيه أول مرة وهيدي الجايزة هي أول مرة بتصير بتاريخ زحلة فلاول مرة ما بعرف كيف ملاحق هالفيلم والفيلم تبعنا كمان أول فيلم رح يشارك بمهرجين إيران للسينما الأطفال فلاول مرة كتير مهمة زي إبداع أول مرة بتصير بزحلة كتير مهمة جمعة الناس الموجودة هون هالمبدعين الموجودين تعرفنا عبعد نحنا من منطقة وحدة رح يصير فيه تواصل عطول بين بعضنا ما بتعرف في الأيام شو رح تجيب وأنا بتمنى لزي إبداع وبعتقد مش بتمنى بعتقد أنه زي إبداع رح يستمر أكتر من خمسين سنة إن شاء الله يعني متل ما قلت أول مرة بس لما تكون أول مرة هالأد نشحة يمكن بيصير فيه خوف شو رح يصير بعدين شو أوله على المسئولية صارت كبيرة عمنظمين المسابقة يعني أول مهرجين بس أنا بعتقد من أول مرة عملوها كانوا كتير نشحين ومبدعين يعني إذا بدك تجي تعتبري هون بزحلة بعتقد أول نشاط أو أول احتفال بصير بهالدقة هاي بهالإتقان هيدا بالأشخاص اللي كانوا عم يطلعوا على المسرح بالإشياء اللي قدموها كانت كأول مرة كانت كتير نشحة وما بعتقد أنه تاني مرة رح يكونوا مستخفين بالعكس المسئولية الكبيرة عليهم رح يعطوا أحلى وأحلى وهيدي الأمنيات والكذا أنا بحب أكد أنه هايدي المسابقة كانت ضرورية كانت كتير مهمة وراح تستمر كل العمر إن شاء الله وإنت أول مخرج بيربح بهالمهرجين شو شعورك إنه أنت اللي ربحت وهيك شو بتقول لك كل ياللي بيشتغلوا بما جايلك ومن زحلة ومن البقعة بتشجعون ليكونوا مرشحين للسنة الجاية شوفي سؤال كتير مهم إنه الفيلم طابعولي صار إخذ يعني أنا قلتلي باش رح أرجع كررلك ميلاد بوموسا ماشي هو فيلم أبو كيس هلا والأفلام الجاية شو بيعمل ميلاد أبو موسا هو اللي عم يتأيم هلا بس شو بيقول جبران بيقول ما من نبيين كرما بين أهله يعني شوفي جبران من مئة سنة وأكتر كان عم بيعاني إنه بين أهله مش مكرم فشوفي قديش قيمت هايدي الجايزة إنه عم تكرم الشخص بين أهله إنه نحن صرنا إخدين جواز كتير على الفيلم وهلأ رايحين بعد عمهرجينات كتير بس هايدي الجايزة أنا من أهم الجويز بعتقد أني أخدتها ترجمة نانسي قنقر